الرسالة التانية كلام كتير من مبارح على كهربا انا ممكن اسألكوا سؤال وتجاوبوني لو سمحتوا سؤال صغير حد فيكو اصلا كان عارب بقصة كهربا في واحد في مصر غير البعثة اللي هناك كانوا عارفين بقصة كهربا واحد بس قول لي شخص واحد لا بعثة اعلامية ولا حد من السادة الاداريين خارج النادي الاهلي ولا اي حد هاش كان عارف انت صحيت الصبح لقيت قرار تربوي من النادي الاهلي بخصم مبلغ مالي كبير من محمود كهربا وعودته الى مصر صح ولا انا غلطان هاش يعرف لكن لانه ده النادي الاهلي الاهلي عنده اسس وعنده نظام هيفضل هو اللي اميز النادي الاهلي عن الجميع طول الوقت هقول لك بالزبط اللي حصل عشان كلام كتير المدير الرياضي بتاع النادي قال لك لا هذا لا يصح على الاطلاق شكرا استبعد وغرامة وعودة الى مصر وعلى الرغم من انه كتير من اللعيبة يحاولوا يدخلوا فكابتر رمضان قال لهم دي مسئوليتي ورمضان لم يتخذ القرار بمفرد رمضان عنده رئيس بعسل استاذ محمد ضماطي راح بلغه وقال له حصل كذا 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 وانا اخذت القرار بعودة كاربا استاذ ضماطي كرئيس للبعثة له صلاحياته ممكن يكون رجع لكابتر خطيب هو موجود او او لكن في النهاية قال له كابتر رمضان اتفضل قرارك وانت المدير وبالتالي حزم كاربا حقائبه وعاد الى القاهرة عاد حزينا بالتأكيد بالتأكيد راجع زعلان لانه كاربا من نوع اللي بيغلط الغلطة بعدها يا دوب بيقولك انا اسف لكنه انا عايز اقولك يا كاربا شخصية الكابتر رمضان كابتر رمضان خد ضدك العقوبة ورجعك وخلاص الموضوع بالنسبة له انتهى يعني لما ترجع وانت موجود في التمرين هتلاقيه بتعامل معاك عادي وكل حاجة لحد بقى معقبتك بعد كده شكلها هتبقى ايها الاستبعاد من البطولة بس هل فيه تبعات لها بعد كده ولا لا لكن هتلاقيه بتعامل معاك عادي جدا ما عندوش الحدوتة انه انت عشان غلط او 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 يفضل حطك في دماغه ده مش محمد رمضان خالص واقول لك الحاجة اللي تبسطك كمشجع للنادي الاهلي انه النهاردة كان يوم راحة اللي ولاد كانوا خلاص الموضوع خلص بتاع كهرباء وانتهى قعدوا يلعبوا الالعاب كده على البسين ما خرجوش خرجوش برا عملوا اجتماع مع بعض اللعيبة من غير الجهاز من غير اي حاجة هم كانوا مجتمعين وكابتر رمضان ما كانش كان قاعد جنبهم هو وكابتر سامي قمصان بعد استئذان المدير يعني مدير الرياضي والدنيا هادية طبيعية مش عايز اقول لك جميلة جميلة جدا كمان لانه هم عارفين ان الجمهور زعلان هم عايزين يصلحوا الجماهير باي طريقة وبالتالي بيشتغلوا على ده وبالتالي هيحاولوا يعملوا ده وبالتالي ان شاء الله باذن الله هيصلحوا الجمهور يوم الخميس باذن الله فيا كهرباء انت مصيرك باديك انت اللي لازم تحدد مستقبلك انا عارف انه كان عليه ضغط عصبي والغرامة والقصة والحدوتة وعنده مشكلة مالية انا عارف كل ده وانا شخصيا متعاطف مع كهرباء جدا على الجانب الانساني لكن احنا هنا لازم دائما وابدا بنساند النادي الاهلي لان النادي الاهلي هو الاساس واتمنى ان الامور تقف عند هذا الحد بالتأكيد مع عودة الفريق كهرباء سيقدم اعتذار وان شاء الله باذن الله ينتظم في التدريبات ويقدم موسم من اعلى ما يكون هو زعلان ان هو كان رقم اتنين بعد وسام فلما وسام قعد لقى نفسه مش الاساسي لقى طهر اللي بيلعب لما جيه يحصل تغيير لقى نفسه ما بينزلش حد تاني وهكذا يعني حاجات كلها بتزعل يعني في الكرة يعني بس المهم انها تقف عند حدود الملعب فالكرة في ملعبك يا كهرباء مش في ملعب حد تاني شكرا شكرا